برحب بحضراتكم مرة تانية لسه البيت الكبير مستمر والحقيقة فقرتنا الحوارية التانية كانت المفروض تكون يعني مع نجم من نجوم الكورة المصرية والحقيقة يعني زي مقلنا في البداية نوكابتن علاء نبيل كان المفروض مشرفنا بس للأسف الشديد وهو جاي على الطريق يعني حصلت له حدثة بسيطة جدا فاعتذر عن الحضور احنا طبعا بدورنا منا عليه واتصلنا به هو يعني الحمد لله بألف خير وان شاء الله يكون معانا قريب جدا زي ما معودنا دايما انه ينورنا هنا في البيت الكبير لكن طبعا نشرفنا كمان واحد من نجوم النادي الاهلي والكورة المصرية طبعا اللي عمل تاريخ طويله وبنستمتع بأراءه التحليلية الكابتن محمد حشيش نجم مصر والنادي الاهلي ملفات كتيرة جدا يا كابتن غيرنا السيناريو بقى يعني احنا كنا نتكلم عن حاجات كتيرة جدا مع حضرتك وكابتن علاء نبيل عشرته بعد فيها وحاجات كتيرة سبعينات وعندنا يومين بنسترجع طبعا الزكريات وبنقول ان شاء الله تبقى حلقة كويسة لان علاء طبعا انا هو يعني نعرف بعض هاني من زمان يعني شعز اقول من كامل نعرف بعض عشر من ستة وسبعين يعني من خلال طبعا المسابقة الناشئين كان هم شمس واحنا نادي الاهلي وبنتقابله كان دايما المنافسات بتبقى قوية بالنادي الشمس والنادي الاهلي ما كانش لسه بقى فيه المقاولين وما كانش فيه الكلام ده كله كان يعني اهلي نبنا بنفتكروا عن صغرين ماتش نادي الشمس ده ماتش رزل وعلاق كان من الرعبة الرزلة وكان هداف البطولة دايما ولعب كويس وكان معه شام صالح وبرهيم القصاص وامجد يعني مجموعة كده على طول مع بعض بعد كده بقينا مع بعض خلال بقى منتخبات القاهرة لغاية بقى منتخب الناشئين وبطولة افريقيا اللي خدناها مع بعض وكاس عالم وبعد كده تلف الليان بقى اروح العب معاه في المقاولين بعد مسبت النادي الاهلي خمس مواسم وبعد كده بقى ناحية تانية خالص مكان ماسك هو قطع الناشئين في المقاولين وانا بحكم شغلي بقى بديل تنفيذ القاهرة فمسؤول عن المسابقات فكان فيه يعني حاجات كثير بيننا وبعض محروبكم هنتكلم فيها بس انا مش عايز اسيب كابتن علاء مش هنسيبه في حاله برضو هنتكلم عنه ولازم تقولي موضوع استكاكيني لازم تقولي موضوع الخناء اللي حصلت واستكاكيني واجرته وراء مين ومين اللي جيره وراكه ده والمشت والحاجات دي وميجت واني مصطفى طبعا نحن نقول طبعا ألف سلام على كابتن علاء يعني اتمنى له السلامة الحمد لله الحادثة بسيطة وهو بخير الحمد لله واتطمن عليه لكن طبعا وجود الكابتن محمد حشيش كمان بيطري الحلقة بشكل خاص دايما بقراءه الفنية الجميلة وعلى وعد ان شاء الله كابتن علاء هيكون ان شاء الله نزبط داية الاسباعة اللي جاي الحمد لله كويس يعني طبعا في العربية بس هو يعني الحمد لله هو السواء كويسين جت سليم جت سليم هو علاء مشكلته ان هو على قد كده انما جبان جدا وخواف قوي يعني او في بمبة مثلا ولد صور فرقاها مثلا في الشارع الخن الحمد لله أنا هو بالسامعة كبه فهو انا شافه حتى في الصور مخدود يعني اه طبعا يخده شوية لكن نتمنىه انما كويس الحمد لله بس طبعا طب قلت حاجة الموقف ده بما ان احنا بنتكلم على الخوف والجوب كنت كلمني على موضوع السكاكيني ده وبعدين موضوع المشت والحنطور نأجلهم بس اكلمني عن موضوع السكاكيني ده بس انا هقولك على حاجة يعني انا خلينا انا في الحتة دي عشان يعني موضوع اللي انت بتقولي ده خلينا معلاء ييجي قولي يا كابتن موضوع السكاكيني دلوقتي هقولك على موضوع المشت اقولي كابتن هالي مصطفى ربنا بدي له الصحة ويشفيه طبعا المدرب بتاعنا طبعا في اجبال الاهلي 19 سنة وكان مساكنا منتخب الناشيين منتخب مصطفى الناشيين فالكابتن هالي كان عنده لازمة كده كان دايما بمشت كده صغير تعارف كانت وقتها كده كان بعض الناس بتشيل مشت كده مشاعره بس يهيش شوية ولا حاجة في روح مساحة بالتتصادف دي بقى دايما مع الكابتن هالي مكون احنا مثلا نزلين يعني في معسكر ولا حاجة ونزلين بقى حنيتمرن واللي ايه بقى يعمل دي اول ما نحس انه عمل دي يعني هيقعد بقى يتفرج علينا واحنا بنجري بقى يعني بقاش في الملعب بره هو فدي كان دايما مرتبطة معانا بالجاري يعني عايز اقولك ان احنا كنا وصلنا لمرحلة معانا واحنا بنتخب الناشيين فترة اعداد استعداد لكاس عالم كنا مقيمين في اتحاد الكورة كان وقتها فيه دور كده فيه اوض وبننزل فيها اه وبنتمره في مركز شباب الجزيرة اه كنا بنجري تراك الخيل بتاع نادي الجزيرة بس ست مرات وبارقام والله يا هاني طبعا حاجات يعني كانت صعبة جدا تعرف مدى الصعوبة بتاعتها اتنين في اتنين حاجة طبعا مش ممكن حاجة كانت صعبة جدا كذلك اما كنا في معسكر كنا عاملين معسكر المنتخب في معسكر النادي الاهلي في مرسى مطروح على الرمل بقى وخيم وبتاعه كان هو بقى حاجة بالنسبة له بقى تعرف الرمل والجاري والكلام ده فكان هو اول ما نشوف المشت ده طالع بس النهاردة ليلة بيضة النهاردة الدينة هنجري فيها هنجري فيها ففي حاجات كثيرة يعني انا وعلاق وذكرات كثيرة ان شاء الله بإذن الله حابب نكون موجود ان شاء الله بإذن الله نتكلم حضرتك في النادي الاهلي ومباراة سيراميكا اللي فاتت ومكاسب النادي الاهلي رغم الناس بتكلم على الشوت الأولاني انا اكيد مكانش على المستوى المطلوب رؤيتك الفنية لمباراة الاهلي وسيراميكا بص الحاجات نقول الاول بس الايجابية طبعا التلاتة بنت وهدفين طبعا فيه فرقة فرقة ما تحسش ان هي جاية من المنتز به اما بيطلعوا بيبقوا خايفين دور المنتز باللعب والجوم كبار فبتلاقيه بيبتدي يمسك نفسه على الدور التاني بعد ما ديني يكون خلصت سيراميكا من اول دقيقة وانت تحس انها فرقة عندها خبرات كبيرة ليه لان هم جابوا لعيبة بتلعب في الدور الممتاز كتير وصرفوا مبالغ كتيرة فتحس ان اللعيبة لأ فرقة الدور الممتاز معهم مدرب كويس كمان مزبط الفرقة بيلعبهم على قد امكانياتهم على قد وضعهم متحمسين كلهم عايزين يثبتوا نفسهم واضح ان الادارة موفر لهم حاجات طبعا كتيرة فجوه مناسب زي ما انت بتقول له فيش ضغوط دي ودي الاهم بيلعب مع النادي الاهلي عايز طبعا يطلع كل اللي عنده كعادة الفرق اللي بتلعب مع النادي الاهلي مجموعة الحقيقة من اللعيبة مجموعة محترمة وعندها خبرات كبيرة النادي الاهلي بقى قابل الموضوع ده انا اعتقد ان موسماني الشوط الاولاني كان بداية التشكيل في لخبطها شوي يعني بيلعب بثلاثة ديفندر في موتش زي ده كان محتاج انه يلعب بثلاثة ديفندر في موتش زي ده لا طبعا انا في رأيي لا لسبب هقولك على حاجة فرقة سيراميكا فرقة كويسة ونزلة عندها حماس كبير اوي هاني وبتلعب ضغط على النادي الاهلي في اي حتة فيها الكورة بيلعبوا ضغط على النادي الاهلي وبرجعوا كلهم بعد ما الهاجمة تخرز تحت الكورة مقفلين المساحات فكان لازم الريتم الكورة في النادي الاهلي يبقى اسرع من اللي بتحكم في الريتم الاداء دايما لعبة نص الملعب لعبة نص الملعب تلاتة ديفندرات وان كان فيهم بعض الناس بتكمل في الناحة الهجومية انما مش زي ان يكون فيه بلاي ميكر بلاي ميكر اوصان الالعاب هو اللعيب اللي بتحكم في الريتم بتاع الاداء هو اللي الناس بترمي عليه دايما الكورة هو اللي بيعمل الاستحواز هو اللي بيوصل الفراودة في باصة سريعة مثلا في الحاجات المرتدة لان انت فرقة زي دي بترجع وبتدافع وبتقفل المساحات كان لازم يبقى فيه رتم سريع انك تقدر قبل ما يزبطوا نفسهم وراه قبل ما يقفوا صح انك تعمل واحدة وخصوصا انك كان عندك سرعات فكنت انت بتواجه الموضوع بصعوبة شوية الكورة بتجي لك نتيجة للبطء في الاداء شوية في نص الملعب هما بيقفلوا المساحات وبتغطوا في الناحلة فيها الكورة فكان النادي الاهلي مش عارف يلعب لها بالطبيعي سواء على اطراف او من نص الملعب شفنا الكلام ده كله تغير في الشرط التاني الشرط التاني ما نزل طبعا افشا وكهربا موضوع فرق كتير قوي شفنا افشا موصل الناس بكذا كورة بيجي له كورة بيقدر ينقل كورة ناحية تانية هل المسلماني كان كلام اللي انا بقوله دوت هو بيفكر فيه فعارف انه بيلاع فرقة بتجري جامد ومتحمسة فعايز ان هو يستنفذ مثلا انا بيتخيل يعني يستنفذ الطاقة الكبيرة بتاعتهم من بداية المباراة مع ناس دفندرات انها تبقى قفلة واستغل طبعا الهبوط في النواحي البدنية بالنسبة لهم الشرط التاني نتيجة للحماس والقوة لان اي فرقة برضو بتلاعب النادي الاهلي همها او الشرط الاولاني يطلع صفر صفر ويبتدي ياخد الشرط التاني بالتدريج صحيح عشان النادي الاهلي يبتدي يضغط اكتر ويبقى لقي مساحات وكده فممكن يكون المسلماني عامل الكلام ده بس انا ما اعتقيتش انا بحاول ابرر له الحتة اوه طبعا وجود تلاتة دفندر كان علامتي استفهام شوية في وجود يعني طبعا عناصر مميزة خاصة النادي الاهلي انا حاسس ان دايما اربعة اتنين تلاتة واحد بتدي له شكل افضل يا اما يبقى فيه زيادة عددية يكون فيه واحد زي ما حداك بتتكلم عليه زي افشل هو بيعمل الكنترول او بيعمل الرتم احنا كان عندنا طهر محمد طهر سريع محتاج حد يديه الكورة كان عندنا الشاحات محتاج حد يديه الكورة بالضبط كده حتى ابواليا كان محتاج حد يديه الكورة طبيعة لعب الناس اللي انت قرتلهم دولي هاني عايزين الكورة في مساحات بزبوط عايز حاجة من بين المساكين حاجة من وراء الباكين اللي في الجنب عشان يقدر طبيعة لعبهم مش عايز الكورة في رجله بزبوط يعني انت فاهم ازاي فانت لما بتطلع بالاداء بطيق شوية بتبتدي تنقل فرقة كلها ترستقت ورجعت فبتدي تنقل تنقل الناس وقفة على القط يعني ما عمدناش اللعيب برضو يمكن الشاحات فيه شوية حد دي ان ياخدوا الكورة ويعدي واحد على واحد وانما التانين عايزين كور سريعة في مساحات يعني انت فاهم زي في مساحات فاضي يقدر روح على الجون ما كانش فيه حد صنع علعب في الحد في الجزئية دي خالص ديانج ولا اكرم ولا حمدي فتحي التلاتة لعبهم يعني هنقول مثلا ستين واربعين وحتى فيه سبعين تلاتين وفيه سبعين انا يعني تجاوزا يعني ممكن السلية اللي كان في الحد دي خلاص الفترة الاخيرة بيتقدم فانت ما عندكش الحد دي برضو التلاتة شكل بعض في الاداء في الحد دي فكان غالب عليك حد الدفاع شوية انا عايز اتكلم برضو على يعني برضو حد تاني بالنسبة الاطراف عشانتكلم على الطرف الشمال لان معلول طبعا ما قدي عندنا نحلمين بكم طبعا لعيب كويس وكل حاجة بس مش مكانه لما لعب باكرايت يأدي فيها غير ملعب واحد يكون متميز متميز لان انت طلبة من الباكرايت بالذات في الطريقة النادي الاهلي بيلعب بيها واطراف النادي الاهلي اللي دايما على مستوى عالي وخطورة كلها من النادي الاهلي انك يكون عندك الباكين بيطيروا احيانا اللي قدام وعندهم حتة النوعات دي وعمل الكروس الارتداد السريع الارتداد السريع بيكم بيلاعب اكتر من بركز ما لعب باكرايت يعني المساك او الديفندر يلعب باكرايت بتلاقيه ماسك شوية في الارض وهاني عارف التعبير دا يعني ما عندوش حتة مش شايفه دهير ايمان شايفه يعني مؤدي زي بقولك مهونتي النادي الاهلي مش عايز واحد يؤدي بس عايز لعبة متميزة في مكانها وكل واحد في عدلته فطبعا اكيد المسلماني بيفكر طبعا في حتة الرايد لان لازم كمان تعملي يعني هو هو زبط بكم نتيجة لان هاني لسه مرجعش فكان لازم واحد يؤدي هو اقرب واحد ومن بعده اعتقد انه كان بلعب باكرم اكرم وانت فاكر العربي بدر كان شوية وقابليهم لو تفتكر رمي ربيعة كان بيوح نحن الزعاد بس انت عز بكرايت عشان كمان المنافسة مع محمد هاني محمد هاني كان بلعب مع احمد فاتحي كان فيه منافسة كبيرة كانوا الاتنين فوق اما واحد لعيب بيحس ان هو الواحد وبيتلاقيه بيرايح شوية فانا الفترة الجاية النادي الاهلي انت عارب بيلعب على بطولات وبيلعب مطشاة صعبة جدا ودخلين كاس عالم الاندية فانت عايزها لعيبها لا فعدلتها لان هي لعبه نجوم كبار قوي مفيش واحد بيقدي لا ده فيه مواقف صعبة لازم تتعامل ما يعرفش يعملها للبكرايت الاساسي او المساك الاساسي هاني او الراس الحربة انت بتلعب مستويات عالية الحاجات دي الفرقات البسيطة دي ما بتبانش في الدوري المحلي ما بين الفرق بتبقى العملية ماشية انما لما تطلع للمستوى الاعلى لا بيباني الاداة انما مجمل المباراة طبعا اتزبطت في الشوت التاني شفنا الخطورة على مرمى طبعا سيراميكا بقت زايدة واضحة وهجمات كتيرة ونتج عنا طبعا الاهداف مباراة كويسة ومع فرقة كويسة بتدي دافع لقدام يعني طيب ده لا خليني اروح لمحمود كهربا وكهربا الحقيقة فيه ناس كتيرة جدا يعني كانت مراهنة على وقوعه النهاردة كهربا هدفت دوري باربع اهداف فعايزك تقولي النقلة اللي حصلت لكهربا من الى دي حصلت ازاي كانت كمين السبب فيها بصي انا عايز اقولك انا دايما بقول المقولة دي كهربا كان جاي من نتزة مالك نتزة مالك مدرسة وستايل وطريقة معينة حتى في النواحي التنظيمية في النواحي غير النادي الاهلي النادي الاهلي فيه كنترول على كل حاجة طبيعة الشخصية بتختلف النادي الاهلي بيسيطر على اي شخصية وبيدخلها جوه النادي الاهلي وبتندمج معه استايل وطريقة النادي الاهلي كهربا لو تفتكري في البداية اول ما جيه كان فيه موقفين كده حصلوا يعني ابتدى بعدها يبقى فيه التزام ابتدى بعدها يبقى مركز بس في الملعب شوفنا كهربا الفترة الاخيرة عامل ازاي؟ عنده امكانات كبيرة جدا جدا عنده سرعة هدف بالفترة لما يركز يبقى في الملعب صدفه طبعا موضوع الاصابة والكلام ده كورونا مرتين عطاله شوية انما هو راجع الاهم من كده انه معه مدرب بيعرف يتعامل مع جميع الشخصيات جميع النمازج من الشخصيات او جميع الاشكال اللعيبة اللعبة كلهم مختلفين مش حاجة واحدة زي او حد متخيل كل واحد له اسلوب وطريقة وازاي عرفه من عينيه وازاي اقدر اسيطر عليه وازاي اقدر اخد منه احسن ما عنده سواء بقى بالتدريب سواء بالتخصصي سواء بالحالة النفسية بالمعاملة هو يجيد التعامل النفسي مع العيبة كابتان بلاحظ كده يعني شايفين اثره على كهرباء لو تلاحظ كهرباء في الفترات القديمة ما كانش في النادي الاهلي اما كان بيقعد ماتش احتياطي ولا ما يلعبش ولا ما يتغيرش ولا حاجة كان بيعمل ايه زمزق شايفينه بالوقتي على المستوى المنتقب حصل لكن انا عايز انا بقايد حضرتك في الجزء ده وخلينا نكلم ان الكهرباء ماشي على الطريق الصحيح ولكن كمان انا في رأيي انه هو عارف كويس قوي انه بالنسبة له فرصة جبيرة جدا جدا انه تواجد في النادي الاهلي طبعا وبالنسبة له فرصة انه الجماهير في ظهره فوعارف ان اللي بيغلط ممكن مرة التانية وبعدين بيكون برة النادي الاهلي خالص فالعملية بالنسبة له انا في رأيي كهرباء لسه مش كبير لكن المستقبل قدامه طويل لكن هو ده اللي حضرتك كلمت عليه ان شخصية النادي الاهلي بدأت هي اللي بتضمع على كهرباء طبعا السلبيات بتقلي شوية وان شاء الله تقلي تماما لان انا عارف كهرباء من اللعيبة لما بيكون مركز في الملعب بنشوفه بالسرعة اللي نزلت به عشان على الجول في فرصة جات وحسيت ان هو هيقطع الفنيلة عشان اللي الكورة ما يجدش اكبر دليل اللي هي القوية جدا ان احنا كلعيبة كورة نحسها فرحته بانه بيحرز الهدف ويقول انا وانا موجود وانا عايز اعمل حاجة يرد على المشاككين يا كابتن محمد كمان عايز اقولك كمان تأكيد لكلام اللي احنا منقوله في لعيبة كانت موجودة في النادي الاهلي وحصل منها تصرفات مرة في التانية في التالتة الرابعة مش موجود دلوقتي حاليا مش موجود خلاص مع كامل الاحترام لي وامكانياته الكبيرة لان هو النادي الاهلي اولا ما بيقفش على حد النادي الاهلي سياسة ومنظومة واحدة وستايل واحد ومبادئ واحدة وطريقة واحدة فيش تفريقة في اي حاجة خالص فعشان كده الناس بتنخرط ما بيجي يعني انا فكرة كهاني مثلا يمكن قبل ما تطلع درجة اولى جاء نايمان شاوي كانت نايمان طبعا كان جاي من الكروم جاي خايف بقى وجاي من تعارب جاي من احنا الدنيا وصغير بقى وجاي مع مين بقى يعني عتاولا بقى انما كابتن الخطيبة والكابتن مصطفى عبدو والناس يعني حاجة جامدة جدا فكان خايف جدا جدا ومضطرب وعارف ازاي مش عالف يسلم حتى على الناس مفيش فقالي من اسبوع 10 ايام بقى يعني هو اللي مغرجوا هو اللي بيهزر حصل الانسجام والتقالف ده بسرعة خالص فهو ده النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي احنا بنشد الناس اللي بتيجي من بره لينا والطريقتنا واسلوبنا والناس بتندمج حتى اللي فيه زي ما اقولك بس حتة عاملة كده بيروح مع دول لو العمود الفقري عامل كده شوية بتلاقيه اتعدل كهربا شايفه ما شاء الله انا متخيل انه هو عنده اكتر من كده كمان بكتير خلي بالك برضو باصص ليه البطولات اللي احنا لما جيه هو ابتدى ياخد مع النادي الاهلي بطولات قعد فترات ماخدش بطولات زي دي بعد كده بيفكر كاسعالم عندي انتي فهمت ده حلم يعني لعيبة كتير جدا لعبت وبطلت ومش هتلعب او مش هتقول شرف حاجة زي دي هاني انتي فهمت زي فهو بيفكر في حاجة زي كده بيفكر ان هو النادي الاهلي هو عارف كويس اوي انه هو في جنبه وفي جنبه كويس اوي فهو عايز يرد برضو الكلام ده الناس كمان مقابلتها ليه وتشجيعهم ليه مخليه هو يعني عايز يرد جميل عايز يقول انا موجود عشان كده لما جات فترة قبل الاصابة متصاب كان بلعب شوية وقت انا حاس بيه عارف هيتجنن في لعبة لما متلعبش هتجنن انما لما ابتدى بقى وبياخد وماشاء الله بيحرز الاهداف كمان هو متعته في احراز الاهداف يعني انا بحس لو هو لعب مطش وطلع بيبقى متعصب ومتداي حتى لو النادي كسب او فرحان وكل حاجة بس هو كان عايز هو اللي شارك في موضوع الاهداف بيبقى عنده حالة غريبة انه هو لما بيجيب الهدف بيبقى سعادة طغية عليها فان شاء الله انا حسنا وطبعا بإذن الله يكون يفرم عن النادي الاهلي وخصوصا كمان كاس عالم الاندية لان انت عايزة لعيب على المستوى ده اللي عنده سرعات لان هناك الرتم سريع وهو حابب بيروع الجون وعنده حلول فردية وعنده بيروع الجون يعني فهو انت عايزة نوعية العيبة دي هناك انت مش هتلاقي حد يرجع ورى الكرة بقى بقعد يقفل لا عندها كبيرة كلها على مستوى عالي وبتلعب طبعا بكل خوة وفيها لعيبة تييلة فانت عايزة حد من نوعية دي زي مقول رئة للنادي الاهلي هناك ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله وكهربا واحد من ضمن مجموعة كبيرة من ضمنها وليد سليمان برضو رؤيتك سريعا الصفقة الجديدة اللي جاية من الجون وليا وأداءه في المباراة شفتوا ازاي متوتر لسه يعني متسرع يعني شفتوا اداءه ازاي من خلال تقريبا الخمسة وستين ديئة والسبعين ديئة للعب بص هاني احنا شفناه طبعا في الجونة لعب كواسقوي هداف بالفترة عنده امكانات كبيرة قوي بس دايما اللعيب يعني اللي بلعب تحت الضغط حاجة تانية هو ما كانش بلعب تحت الضغط هناك واحدة بالك ازاي ما كانش بلعب تحت الضغط بلعب براحته مش هقولك النتيجة مش فارقة بس هو بيقدل عليه مفيش جمهور في ظهره مفيش سوشال ميديا واه اه ما بيبصلш لبطولة يعني محترامي الكامل طبعا فيرة الجونة تبقى اباعيزها يعني الطموح ان هي تبقى مربع زهبي او كي عشان نبقى وقعين يعني غير ما بتيجي للنادي الأهلي نادي القرن وبطل إفريقيا وجبور ما بيتهونش في ماتش يعني لو ماتش التعادل ده يعني يوم صعب جدا على الجبور واللعيبة والإدارة والدنيا كلها بيلعف وسط نجوم كبار يعني يمكن هو هناك كانسار الأضواء لأنه هو كمستوى عالي شوية عن المجموعة لأ أنت بتلعف وسط النجوم لها تقلها ولها أسعارها التسوقية فهنشوفه بقى أنا مش عايزة أحكم عليه قوي الماتش اللي فات طبعا لازم يبقى متوتر حتى وإن كان لعيب محترف ده العادي جدا جدا بس ليك تحكم على شخصيته في الملعب حكمت على شخصيته في الملعب بصي هو يمكن برضو حظه إن اللايف في ماتش متأفل يعني فرقة رزلة عارفة مساحات دياء قوي مع واحد لازق فيه مساك لازق فيه لأنه عارف خطورته هو كمان خلي بالك حتة إنه عايزي بقى كويس واخدى من تفكيره يعني هو نازل أي واحد كده يعني أنا أول يا هاني ما لعبت مثلا يعني له أفرج عن مضوع السنة كده لعبت في تونس أول مباراة ليا يعني في نادي ولو جمهور وكده وأنا جاي من مصر وأول محترف مصري في تونس كلها وعليا بقى عزق وبعدين ناس طبعا مش هض موجودي أساسا هناك وبلعب مكان كابتن الفرقة فنازل علي ضغوط فظيعة وأول مطشي ليا كان هناك النجم الساحلي في سوسا عايز تزغل فرقة يعني جابدة جدا فأنا يعني الضغط اللي علي أن أنا عايزة أبقى كويس محدش هيصبر علي أن أنت عارفة النظرة الأولى بتفرق في الأداء فكل التفكيري أن أنا مش عايزة أغلط عايزة أبقى كويس عايزة أزود حتة عايزة أعمل بتدي علي أعباء ما حسيتهاش في المطشاط اللي بعد كده كذلك هو بوالي نفس القصة عليه ضغط جامد وبعدين دراجة الهدافة أنت مش في نص الملعب بتبتدي تقفلي بقى تبصي صحة مش عايزة تغلطي هداف يعني أول حاجة قالب به كده أول حاجة هدف عايزة أجيب بقون اللي هيفرم معايا مع الناس كابتن عادة موجود أفشا في أول مباراة ممكن يكون أفشا أنا في أبقى قاضي لأن كانوا تقريبا شباه بعض يعني بتكلم على طاهر وهو وبتكلم على أحسين الشاحات تحس أن هم شباه بعض ما فيش حد يوصله وكور القليلة اللي راحت له حطها فوق الممتاز طلع ركب في وسط الناس وحطها طلع يعني فوق العرضة الوحيدة اللي جات صح لأنه مكانش فيه فرصة أنك تعمل كرصات في الشوط الأولاني يمكن هو الراجل حبي برضو يريحه شوية برضو عشان الضغوط ويدي فرصة لمحمد شريف أنه هو ينزل يعني محتاج سرعات وحاجات كده وحس أن البدني بتاع الفرقة التانية نزل فعملية الضغط وعملية التكتل فكت شوية بدلل أنت محمد شريف راح بكذاكورة كذاكورة هنفرد لوحده أنت فهمت إزاي فيمكن ده سبب تغييره إنما أعتقد أنه طبعا هيتديله هتلاقي المتش اللي جاي إن شاء الله بإذن الله يزبط وجوده ويبقى أحسن وهو ديتها زي بقولك من الفرود أنت فلافيو قعدت دي قعد موسم كامل يعني بفيش حاجة وكان متعصب وعايز يجيب لأن زي بقولك الفرود أو المهاجم ألف به لازم يهدف أهداف ربنا كرم فلافيو أنه هو سخر له واحد يظهر عليه لأنه عارف إمكانياته وعارف وضعه إن شاء الله مسلماني هدي فرصة لبواليا أنه هو يزبط برضو حقيته بالنادي الأهلي وانت محتاج برضو وانت عارف لازم ترسانة لعيبة ومترايب طبعا عايق عايزين قبل ما نروح لمباراة الإنتاج المهمة في الدوري نتكلم عن وليد سليمان وأهميته بالرغم من أنه يعني ملعبش غرداء بس يعني بس لا وليد موجود وليد بتعليمات المدير الفني حاضر اللعيبة حتى اللي بتعمله حساب في الملعب لا يعني ده شفناه بشكل كبير قوي بصي وليد طبعا أنا بالنسبة لي يعني أنا قلت الكلام ده قبل كده من أحب اللعيبة إلى قلبي يعني في النادي الأهلي وليد أنا عمري ما شفته في ماتش وإن كان حتى ماتش مسلا بالنسبة له تحس إن هو الأداء مش قوي إنما هو بلعب بروح قوية جدا في كل المباريات مفيش كرة بتيجي الوليد في الملعب كرة مشتركة وبحس إن هو مترخي فيها أو عامل كده وتحسي بوليد حماسه وتحسي في الالتحامات دايما يعني بيبقى متحمس دايما عايز هو اللي ياخده كرة عايز اللي يروح الجون عايز يجيب جون عايز فتحسي وليد حتى يعني في وضعه دلوقت إن هو يعتبر من أكبر اللعيبة سنا في الملعب إنما أداءه على مستوى الأداء وعلى مستوى الالتحامات زي ما بقولك وعلى حتى مستوى الأهداف لا هو سكوره عالي سكوره عالي أو في الحالة دي حتى عدد الدقيق اللي بلعبها نسبة بعدد التهديف أو القرارس اللي بيخلقها أو البصارة أو الأسستات أو الحاجات دي كلها فإنتاجه كبير يا كابتن فاتي ولي في وقت اللي بياخده ودي مهمة جدا جدا يعني دي مهمة فيه اللعيب بياخد التسعين دي بتلاقي انتاجه ربع وليد صحيح إنما وليد بتأسها بالتايمينج يعني طبعا طبعا أنا نازل ما أنا بالذات اللعيب اللي زي وليد اللي صنع الألعاب أحيانا وهداف أحيانا أخرى ما هو مطلوب منه الكلام ده الباصة إزاي القصة إزاي بصي انت اللعيبة الدرجات مختلفة ما بين المدافعين ونص الملعب والفرود على حسب الأهمية والخطورة فيه لعيبة في الملعب كده لو ما كانتش كويسة بتحس اللي فيه دربكة في الفرقة أماكن معينة مثلا زي مثلا آخر واحد لو مش كويس أو واحد من المساكين بيوتر الدنيا كلها بتحس إن الملعب تشقلب وهني عارف طبعا الكلام ده لو حسيتي إن صنع الألعاب مش موجود أو مش في يومه برضو تحس إن الأداء متغاية لأن صنع الألعاب بيبقى رابط ما بين نص الملعب والمهاجمين ودوره في إنه يدي بساطة طبعا الناس تروح على اللجون أو أحيانا يهدف فوليد الحمد لله يعني يسيله كده المتشاط بتاعته كلها حتى اللي بياخد فيها وقت قليل انتاجه فيها بيبقى عالي وما ينفعش تلاقي وليد في الملعب واللعاب اللي حوله مش متحمس لا أو اللعاب جنبه بلعب بطرق هو ده اللي شوفناه بفارق قوي في الملعب لما نزل وليد وبعدين وليد رصيده عند النادي وعنده جمهور كبير قوي بطولات كتيرة قوي عطاء كتير قوي أهداف مؤثرة كتيرة جدا جدا سواء في البطولات المحلية أو الأفريقية بجانب الكل الكلام ده دايما بييجي دور الأخلاق ووليد معروف عنه انه ما بيسببش أي مشكلة مع أي مدرب ما عندوش مشكلة مع زميله ما عندوش مشكلة مع مدرب خالف فدي كمان أنا بالنسبة لي مهمة جدا انه آه ممكن تكون لعيب كواس قوي في الملعب هاي لكن الحتة اللي برا الملعب دي كمان كبيرة انت عمرك سمعت مشكلة الوليد في تجديد العقد لا خالص وجدت كذا مرة عمرك شفت أصل وليد مستني عشان بيتفق بس على مش عارف ايه أصل وليد جاي له ايه عمرنا بسمعنا الكلام ده خالص خالص ودي برضو ميزة الجمهور ما بينساش يا جماعة العجات الصغيرة دي مثل التوقع على بياد يعني اذا كانوا فاكرين ان الجمهور لبعض اللي عيب يعني فاكرا ان الجمهور ده بيتفرغ على مدشو ده في هاني وانت عارف جمهور تاريخ كتب التاريخ كده انا بقابل ناس طبعا كبار عشان انا كنت بقى من الجيل القديم شوية فالناس تقول لي فاكر ماتش كذا وفاكر ماتش كذا والموقف الفلاني اقول مش انا مش فاكر اقول له فعلا ده ايه ده والله يا هاني ساعت حد يبعط لي صور اقول لي انا يا رب ده جاب الصورة دي من ايه ده ده عايقه ده فماتش ايه ده احاول ابص بقى في الاستاد ده استاد المحلة ففي ناس حفظة تاريخ النادي الاهلي وتاريخ اللعيبة ومين مواقفه مع النادي الاهلي كويسة شخصية قائد محترم وجوده مهم ان شاء الله رب بدنا اديله الصحة يعني وان شاء الله استمر في الملعب لغاية ما هو يقول لنا يا جماعة متشكر بقى ربنا اديله الصحة ونتكلم على واحد لعب في المركزي انا وانت بادر بنون هارجع شوية من ورا وحتى بعض جماهير الجماهير النادي الاهلي كانت مش عارفين امكانياته شكين شوية اصلي متش الرجاء مع الزمالك ما كانش كويس فبدأ انا في اعتقادي بدأ بداية اكتر من رائع وكل مباراة بيثبت انه لا انه يعني مختلف مدافع مختلف اه وصفقة كبيرة للنادي الاهلي بص هاني طبعا المركز بتاعنا هنقدر نتكلم فيه كويس قوي عاجل ودايما زي ما بقولك انت او انا بنحس بيه اكتر كابتين طبعا بتحط عينك دايما على الراجل اللي بلعب في مكانك يعني بيبقى بالطبيعة كده لان فيه حاجات في الكرة كمان عايزة سينس في تغطية معينة في كرة معينة هتلازم تعمل يعني حافزين الحتة بتاعتنا يعني بدر بنون كمل حتة مهمة جدا كانت غايبة في النادي الاهلي انك لما تقطعك كرة في كرة مثلا مرتدة عليك او كرة مع مهاجم تقطعيها وتديها واحدة شلوت لقدام تا ممكن كابتن بعد ازنك نكمل بعد ما ناخد بقى كابتن علاء نبيل على التليفون كابتن حبيبي حمد الله على السلامة الله يخليك والله لسه يعني حالاً دلوقتي بس الكبتن مع ابني احنا شوفنا نبود بعنينا يعني لا بعد الشر لا ألف سلام عليك يا كبتن الله يخالي يا كبتن يا نزاك حبيبي السلام خير يا كبتن كلمتك يا علاء كلمتك كتير أو أتطمن عليك مش عارف أتطمن عليك على الدائري والصدس مشموع الموضوع كان كبير أو احنا شفت شفت الصور شفت الصور ماشي بالعربية لقيت مرة واحدة الجميع السواء العربية قبضت من وراء جامل جداً قبضت غير طبعية قبضت في لزاز قدام وبعدين نخلنا بقى في الحاجز الخرصان نتخبط والرد تاني في الطريق نتخبط بالكبن والعربية لفت مننا لغاية لما اللي وقفنا بس الحديد اللي هو احنا كسبنا الخرصان الحديد ده هو اللي حاشنا يعني شفنا الصور كبتن الحمد لله يعني الف سلام عليك يا كبتن واهم حاجة طبعاً اهم حاجة سلامتك طبعاً كنا نتمنى اكيد ان حضرتك تكون موجود معنا والله كبتن محمد لكن سلامتك يعني انت تجيبني وتسيبني كده والله عشيش الناس كلها منتظران يا الله ولقيت مكلمات دي انزا جداً دلوقتي اعتاريك انتوا يعني اعلنتوا الموقف يعني انت عارف على انا بقول لهم بقول لهم على قد كده يعني بيخاف قوي لو في حاجة فارقعد مسلاً جنبه بيقوم يتنتر فانا متخيل حالتك انا متخيل حالتك اكت عامل ازاي شف صور شف صور دخل فيك وراء واحدة العربية هربت منه فدخل فيك من وراء كده العربية يعني الله يكون فوارن السوا عجوده بازل من داخري عجوده بازل فانا شاف العربية بايزة خالص اه ربنا اتطرها الحمد لله وبشكركم وان شاء الله تتعاوض واكل البرنامج الجميل بتاعك ربنا ربنا حماك من اعمالك الكويسة علاء الحمد لله صحيح يعني الحمد لله مهم سلامتك يا كابتن على وكان عندي حاجات بقى المشت ومش المشت والقصص دي والموضوع دي انت تعرف تتأجل بقى تتأجل بقى حشيش والله لكن تقعد بحضرين حلقة حلوة اوي اوي اه يعني هم عارفوا لانا رايح معكبت نهاني وستهان بقى دعنا بقى ينقوا علينا خد تعيين دايما بتشرفنا هنا في البيت الكبير ومش دي يعني لأول مرة والآخر مرة تشرفنا فيها اكيد واهم حاجة سلامتك والسائك كمان بنقول له الحمد لله على السلامة لان العربية انا برضو شفت الصور الموضوع كان كبير كان كبير اه اه الحمد لله سلامتك يا حبيب سلامتك ألف سلامة مش هحكي حاجة علاء بقى ها مستنينك يا كابتن علاء مستنينك ماشا مستنينك ألف سلامة يا كابتن ألف سلامة ألف سلامة سوكو سوكو الحمد لله بس أحسن الحمد لله الحمد لله طب منا برضو عليه طب احنا كنا بنقول ايه على بدر بنون على بدر بنون اه اكتر واحد يحس بالمرك وعينك تيجي عليه طبعا طبعا ده من اول دقيقة ما النادي الاهل يجيب النادي الاهل مش كل يوم بيجيب مساك يعني محترف يبرس حربة يجيب نمى مساك دي لازم مش اي حد يعني وخصوصا ان المكان ده على تاريخ النادي الاهل كان فيه طبعا فطاح اللي يعني ومنهم الكابتن هاني طبعا يعني كان حاجة جمدة جدا فدايما انا ببص على الحتة دي زي انا بقولك المساكين عندنا يعني كان عندهم برضو ايه حتة النمائطة كورة يا دوبك بس ايه يعني يبعد الكورة عن المهاجم ويديها مثلا لوحدة في القوت او حاجة طويلة يعني هو بقى عنده الميزة دي انه ازاي يستخلص الكورة بحيث انه هو يهرب من المهاجم ويحطها الواحد في نص الملعب تقريبا ضرب خط كامل في الكورة في مثلا على الاقل اتنين مثلا من اللعبة برا الكورة او برا اللعب فده بيدي فرصة المساحات لانه بيبتدي اللعبة التانية تطلع تقابل بيتخلق مساحات فالموضوع ده يمكن الناس ما تحسش به انما الموضوع اللي الناس مركزها في الكورة وعارفها مدربين زي كابتن هاني بيبقى عارف الحتة دي ازاي لو طلعت الكورة في الهجمة بتعتبع الهجمة وارتد عليك انت بتهجمي فرقة بتهجمك وبتقطعه وبتستخلصه وبتوصلها النص الملعب بسرعة دي بتبدأ في بداية الهجمة بتبقى هجمة سريعة دايما خطر غير ان هو بقى كمان واثق من نفسه وانا بقى جيب نلعب بقى الواثق انا عن نفس انا كنت ممكن ارقص في التمنتاشر اوه كان المدربين سعب بتتصوت منه يعني انا فاكر مرة كنا اجيب لكم اللقطة دي كنا بنلعب هاني في الأولومبيس كندرية متشبت الأولومبي بقى مفرطة وقد بلعب السويسي لعيب من اللعبة التيلة دي وانا جات للكورة جات للكورة وبص بقى الجبروت اللي انا عملته خدتها من فوقه عكس الاتجاية يعني انت ممكن تخدها من فوقه كده وتمشي يبقى وش شكل الملعب لابدان خدتها العكس وراح على جوني يعني لهو قطع راح اه يعني الكورة في التجاية جول تخيل بقى عندي الكورة دي كانت طبعا ثقة اولا انا بعملها وانواثق فيها كون ممكن غير الملعب بسا من ناحية الشمال ناحية اليمين كورة شبك كده مفوق المهاجف في حاجات كده بتبقى نوع من الثقة الراجل ده بيعملها وبيعملها كويس قوي بدر ثقته بنفسه خلى مسماني يدي له ضربات جزاء من الناس اللي هي بتشهد ضربات جزاء دلوقتي المدرب عارف برضو الراجل ده واسق من نفسه ولا اي كلام وتجارب حط كورتين ضربتين جزاء نظبوط وغير مش حتى واحدة كمان يعني واحدة النحادي واحدة النحادي وتحسي برضو احساس لعيب الكورة في لعيب كورة دخل على ضربة الجزاء سام مخضوط وان كان لعيب كويس انما ده دخل بكل ثقة وعارف هو عاملها فيه صحيح عنده ثبت فعالي عنده حاجة كمان كويسة قوي طبعا عشان هو طويل فبيلعب كورة عالية ودي كانت برضو محققة شوية مشاكل عندنا برضو في بعض الأحيان فانت الحقيقة عندك لعيب متميز بيلعب لعيب كورة تحت حيبتدي يطور كمان من الأداء هو مش ده كل اللي عنده أنا متخاني انه هو بيزيد كمان بيزيد يعني ابتدى يكمل يعني بعد نص الملعب شوية ما احنا شوفناك وص انت مركز ازاي في الحتة دي في كورة كمان انت عارفة المساك لما بيطلع بكورة ويكون هجمة ازاي كان كورنر لنا ولا حاجة ويطلع لعبها المساك أول ما بلعبها كده واخد بالك ازاي ممكن يطليب بيرجع جاري سبرينت عشان لحق مكانه هو لو لقى كورة في اللعب بيبضل واقف عشان ممكن يرؤ يعني فالحاجات كده في حاجات معينة فهو طبعا ما شاء الله لعيب كويس وصعب برضو ان لعيب يعني في المركز ده والحتة دي يتأقلم بسرعة هاني بتحسش ان هو ربع دي لسه جديد لا بالزبط بالزبط فمدي الثقة كل الناس اللي حواليه كمان مهان المساك اللي جانبي لو ما كهرب هيكهربني أنا لان احنا كل اللعب بتاعنا مرتبط ببعض طبعا واحد بيروح يمسك التاني بيغطي بينزل شوية تحت فلو بتحركاته غلط انا حيبقى في لقبطة فهو حاسس انه مدي ثقة كمان للبكين لانه برضو في بعض الأحيان لو هو مسك مثلا وكرة هتعدل بك الشمال او لين بيروح يغطي في حاجات معاينة كده انا حاسس انه هو بيلعب بهدوء واثق من نفسه اضافة ما شاء الله للنادي الاهلي طيب احنا بعد الفاصل هل مسماني يقدر يعتمد على نفس التشكيل في المباراة المرتقبة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بعد الفاصل نسأل كابتن محمد حشش في البتكيب نتكلم عن ماتشو مهم جدا للاهلي مع الانتاج الحربي يوم الثلاثة اللي جاي وكننا منتكلم قبل الفاصل عن تحليل الأداء الشوية للأهلي لملاعب سراميكا الانتاج الحربي هل مسماني هيواجه الانتاج بنفس التشكيل اللي اعتمد عليه ضد السراميكا اعتقد لا يعني هو ممكن يبتدي بما نهى ماتش سراميكا لازم يرجع طبعا صانع الألعاب ودي مهمة جدا جدا لان زي ما قلنا قبل كده ان هو الناس حسد بفرق كبير بين الشوط الأولاني والتاني في أداء النادي الاهلي طيب النادي الاهلي في الشوط الأولاني متاع السراميكا كان بيدافع وكان بيعني بيحاول يعني يعمل بعض الهجمات بتتكسر سواء ناحية الأطراف أو من نص الملعب ابتدى الرتمي بقى أعلى وابتدت مسحة تبان وابتدت البساط وابتدت الخطورة على المرمى وابتدى يوصل ناس توصل للمرمى شوفنا انفراضات وفي جوان متحسبتش وفي حاجات كده غريبة حصلت الأداء مختلف تماما فهو أعتقد إن مع فرقة الانتاج هلعب ببلاي ميكر وخصوصا إن ما أعتقدش الانتاج الحربي أو كابتن مختار هيقفل التأفيلة دي ليه؟ لأنه هو برضو كابتن مختار بيلعب برضو لعب هجومي من على الأطراف عنده سرعات على الأطراف دايما بيحب بيلعب فمش هتلاقي الخنقة بتاع نص الملعب هالي وأنا معاك وحتى لو كابتن مختار شوية ومش معاه الكرة بيبقى متحافظ شوية في نص الملعب بزبط فإنت لازم محتاج واحد عنده الحلول إنه يقف على كرته شوية الزبط جدا إنه يوصل ما نخسارش حتى عملية الاستحواز في وقت من الأوقات بتكون مهمة الناس بتتكلم استحواز إيجابي آه لكن في وقت من الأوقات لازم تمسك الكرة وتاني لأكتر من نقلة علشان حتى توصل للخصم لا إنه متحكم في الريت من نفسه إنت عندك مشكلة كان في المتشفات برضو الميس باس آه طبعا الميس باس كانت مسببة قلق لخط الظهر عندنا لأنك بتتقطع من ديانج عمل أكتر من واحدة حمدي فاتحي أكرم كور بتتقطع في نص الملعب بتمثل مع أي كرة تتقطع في نص الملعب بتمثل خطورة عليك مع أي فرقة كانت يعني وبتفرق فرقة فرقة بقى في الفينيشنج يعني بتاعها إنما المباراة اللي جاية بتاع الإنتاج مش عايزة الغلطات دي في نص الملعب عايزة واحد يكون زي أفشا كده بيعرف في استلم الكرة وبيعرف يسلم الكرة وبيعرف يعني أي حد مزنوق إحنا برضو في بعض اللعيبة ما عندهاش حلول يعني في بعض اللعيبة ما هو دي قدرات بين اللعيبة اللي فرق البليميكر عن الرجل الديفندر ديفندر ده راجل قوي وبيعرف يقطع كويس ويباصي غير ما عندهاش حتة بقى إن أنا أمسك الكرة وممكن واحد على واحد رقص وممكن أدي باصة حلوة توصل واحد للمرمى أتحكم في رتم اللعب أفشا يجيد الحلول هو أفشا اللي بيعمل الحتة دي الميسباص الميسباص اللي جاي فيه خطورة لأن كابت المختار عنده أطراف دايما متعود يلعب مع النادي الأهلي الأطراف لأنه حاسس دايما إنه خطورة النادي الأهلي في الأطراف ومش الأطراف الأمامية الخلفية سواء المعلول أو الباكرايد دايما بيهاجمه فهو دايما بيلعب الحتة الفضية اللي وراه في جميع المتشاط والسنين اللي فاتت اللي مسك فيها الانتاج الحرب وعنده لعيبة بعض اللعيبة عندها سرعات إنها تقدر تعمل حتة دي فأنتي محتاجة إن الاستحواز يبقى صح فيش مسبس في نص الملعب يبقى فيه صانع العاب ييوصلك لأنه بقولك مش حتلاقي برضو المباراة متقفلة زي سيراميكا برضو تاريخي الانتاج في الدوري غير سيراميكا سيراميكا برضو لسه نازل بلعب النادي الأهلي الأول مرة في حياته فعايز يقفل تحت الكرة لا إنما الانتاج فيه معهم مدرب عنده طموح في المكسب تعادل معنا السنة اللي فات بس الموسم اللي فات الانتاج كان أقوي يعني إحنا عشنا هنا مباراة الدوري كلها طبعا والانتاج الموسم اللي فات كان عندك أحمد شريف إيناوي كان عندك البدري سنة انت الموسم دوت يمكن الموسم دوت يمكن فقط تأمل لعيبة في الانتاج أنا معاك بس بصي أي لعيب بلعب النادي الأهلي بتدب فيه الروح بيبقى متحمس وبيبقى عايز يطلع مع عنده لأنه هو يعني النادي الأهلي بالنسبة له أو نادي الزمالك لما بيعي الزمالك بيبقى هو ده اللي سبط عليه متشاف سواء من جهاز منتخب سواء من بيسوق نفسه مع للموسم اللي بعده فكل واحد قدام النادي الأهلي دائما قدام البطل وده قدر النادي الأهلي إن أي فرقة جاية لعبه أولا بتبزل كل طاقة كل اللعيبة اللي بتلعب بتبقى عايز تدي أكبر أداء ليها لأن الناس بيحكم عليهم من مباراة النادي الأهلي فكله بيبقى متحمس عايز يعمل أي نتيجة أي نتيجة بالنسبة لأي فرقة حتى الضروم على النادي الأهلي البطل اللي هو ما بيتغلبش بالنسبة له مكسب وبالنسبة له مبراء قوية فمن هنا دائما كمان أنت عنده مطش مع سموح أتأجل بيوم الخميس اللي فات حتى مرتاح أكتر يعني منك هو مرتاح أكتر منك فمن هنا بتكمن خطورة أي فرقة بتيجي تلعب النادي الأهلي وخصوصا بقى ما يكون معها مدرب كبير زي كابتن مختار عارف مفاتيح لعب النادي الأهلي إنما النادي الأهلي هنشايفه الشط التاني المطش الفات كان طبعا أدى أداء عالي المستوى بس يبدأ بقى كده يعني عزينه يبقى المبارات تسعين لها كده طبعا أنا هأكلم مع حضرتك في نقطة يعني يعني نقطة مهمة جدا أنا شايف إنها مهمة لو حضرتك شايف إن النادي الأهلي أو إحنا كلنا شايفين النادي الأهلي ممكن بشكل كبير بأداءه متزن في وجود بلايميكر تمام ما تفتكرش ممكن إن مثلا المسلماني كان بيفكر طب لقدر الله غياب مثلا أو إصابة لقدر الله أفش أفش إيه الحلول اللي تكون موجودة ما ممكن تكون نفكر بهذا الجزء يعني إحنا كمان جماهير النادي الأهلي وأنا واحد منهم وحضرتك واحد منهم لو بنيتكلم بس أنا على الباكي اليمين آه في ناس بتأدي لكن مش باكي يمين طبعا طب بديل أفشة لازم برضو نفكر بالصوت دوت بديل أفشة أنا مش شايف بديل أفشة غير وليد سليمان يعني دايما هو بتزلم ما يتزنق أفشة مسلا عنده حاجة بس برضو طبيعة لعب وليد مش زي أفشة في بلايميكر بيبقى في الحتة القدامانية دي بيجيد الحتة القدامانية اللي قبل الثمانتاشر أفشة بينزل سلم الكرة من الديفندرات وبيتحرك وبيروح بالكرة رأس واحد على واحد وبيروح يمكن وليد وساعات وليد وساعات ينزل على الأطراف شوية على الأطراف عشان عدلته شوية على لكن مش شايف أن أنا يعني شايف أن غياب غياب ناصر مهر بالذات وإصابة ناصر مهر طبعا كان هو الشكل الموديل البديل اللي أفشة مسلا كلامك مظبوط مليون في المية ويمكن هو مسلماني طلب أنه يرجع لما شافه عشان يقدي الحتة دي لأن المبارات كتيرة وما حدش يقدر يعني أفشة ما ينفعش على طول خط لقد درها بتيجي إصابة بتيجي إجهاد معين فكان لازم يعني حاجة زيدي هل هو بيفكر في حاجة زي كده مسلماني مثلا أنه ممكن يعني يستقدم مثلا حاجة زي كده مثلا والله لا إحنا بنتكلم بندردش إن إحنا بنتكلم على اسلوب النادي الأهلي لازم بيكون في بليميكر أفضل بليميكر موجود أعتقد حتى على مستوى الدوري أفشة طبعا غيابه بيأثر شوية طبعا يعني غيابه دا ليتعود يطرى بطريقة 4-3-3 يطرى بطريقة 4-4-2 فممكن يكون المسلماني الشيط الأولاني بيفكر طب لو أفشة مش معايا هنلعب إزاي بتلاتة في نص الملعب بالزبط بس هو حاليا يعني الموتش اللي فات أثبت إنه إيه مهم من يكون موجود أو بديل لي بديل لي مين بقى هي يعني لو السلية مثلا مثلا كان موجود وحطيته في الحتة اللي قدام لو هيلعب ثلاثة ديفندرات ممكن روحط السلية قدامهم شوية لأنه هو برضو بيجود البصات والحاجات اللي بيعملها تشيب بيقدر يعملها بالشوت يعني يقدر يوزن بس برضو هاني مش هيبقى زي الراجل دي طبعا صنعته الحتة دي في الاستلام والمرغو وإن يبص أفشا ساعات بيبص هو بيبص على العمياني لأنه عنده حس البلايميكر إزاي يحط الباصة فهو يعني لا غنى عن الحتة دي لازم عموما في أي فرقة لازم في واحد هو اللي بيستحوز على الكورة وهو اللي بيعمل استحواز وهو اللي بيعمل بص واحد على واحد دي يا جماعة مهمة جدا جدا مهمة اللجوان بتيجي من إيه لو فضلت تلعبي اللعب التقليدي من يمين للشمال وأسلمها عشان ألاق حتة فاضية ممكن أفضل كده الفرقة لقدام يمقفلة مش هاوصل إنما أنت لازم تضرب واحد على واحد بالكورة عشان تخلق المساحات أو فكرة تانية أن نص الملعب يكون بشكل مختلف شوية لو تكلمنا مثلا مقارنة مقارنة ليفربول مثلا بلعب أربعة ثلاثة ثلاثة مفهول بلاي ميكر لكن أسلوب لعب أو ثلاثة بتوع نص الملعب عندهم الإمكانيات في واحد بوكس تو بوكس اتنين منهم بيزيدوا سوقعات من الجناب فده تشكيلة مختلفة الثلاثة عندهم القدرات الهجومية وبيرايحوا بعض يعني وبيرايحوا بعض بيقدروا يروحوا ويكمل ويروح إنما أنا عندي الإحساس إن هو يعني أكرم وديانج وكده يعني برضو الامكانيات الهجومية مختلفة مختلفة خالص عشان كده كانت مأسرة مع أنت خلي بالك في بعض الأحيان أنت بتحتاجي دايما واحد من الدفندرات لازم يكمل لما كون الدين ينقفل لازم يكمل لأن أنا لو مدرب قدام النادي الأهلي ممكن وفي بعض المدربين بتفكر في دايما في مفاتيح اللعب إزاي تبقى مسكاهم يقول لك أنا عطل واحد مع واحد وأخسر واحد من فريتي وهو يخسر واحد مهم كان أهلي وزمالك كان دايما كابتن شطا كان لسه جديد موضوع الدفندر كان يقول له أنت أمسك مثلا كابتن فاروج عفو ما خلاص أنت يعني لغتني كان الناس بتلعب عشر وعشر خلاص دا مع دا لأن هو اللي كان صنق الألعاب وهو حلقة الاتصال وهو المعلم في نص الملعب وهو في دايما مدربين يعني بيلعب دايما على الفرق اللي قدامه يبص مفاتيح اللعبة فين يبص الخطورة منين يقفلها فده أحد مفاتيح اللعبة اللي ممكن يتقفل ففي أنه دايما واحد معه ممسوك أنا ممكن أخرج بره الملعب يطلع الأطراف ألغ نفس أنا وأطلع الأطراف واخلي الحتة ودي بعض اللي هي الأسلحة البديلة بقى للحتة دي فأنت عايز واحد يكون برضو على مستوى عالي بقدر يكمل هو مش إننا أقدر أكمل بس وشوط من بعيد ولا أبص على الجناب لأننا أقدر أعمل الاختراقات مهمة جدا أعمل الاختراقات أعمل دبل بس وروح مش بس إننا أكمل يعني قدام أروح معاملها للطرف اليمين أو الطرف الشباب فإحنا برضو لازم بقى فيه برضو تطوير في الناحية دي بشكل من الأشكال على تحسب لو لقدر لها مثلا أفشا مش موجود إن شاء الله قولي بقى ملوش لازمة لي لأن دلوقتي بفيش فرقة قوية وفرقة ضعيفة الفرقة كلها قوية ناس بتلعب في بطولة الأبطال هقولك معلشها لو كونفدرالية هقول في بعض الفرق تعبانة وبالذات في الأدوار التمهيدية حتى الأبطال هنقول إن في الأدوار التمهيدية في بعض الفرق تعبانة إنما تخش دور المجموعات لأ فرق لها تاريخ ولها اسم وكده وزي ما احنا بنقول أنت بتروح تلعبي في أجواء صعبة في إفريقيا وتحكيم واه 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 فأنتي مش ضمن إنك لقدر لايحصل حاجة بره وترجعي تعوضي عندك في أرضك فأنا شاف إن دي قرعا وشاف إن الفرق لايستهام بيها اللي هي مع النادي الأهلي ودي كرة قدم وكرة ما بتعرفش دلوقتي صغير وكبير وكله بيلعب على إنه يحسن مستوى ويوصل يتأهل من دور المجموعات أي فرقة مع النادي الأهلي اللي موجودين بتفكر إن هي إزاي تتأهل هو مش جاي بس فرحانه إن مشارك وخلاص مش تمثيل شرف لا طبعا اللي بيوصل لدور المجموعات عايز يخش ويكمل وبقى دلوقتي فيه الفرقة كلها بتعمل الفرقة طبعا لها تاريخ في إفريقيا بتعمل تدعيمات عشان يعني تكمل فأنا شايف إن دي كرة وإن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي بقى يتغلب وعزين للعشرة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله والمشوار دايما دايما بنقول حتى دور الاتنين وثلاثين كنا بنتكلم على سنديب مثلا وكسبنا بشكل كويس دخلنا دور المجموعات مع فرق يعني أو المباراة للمريخ مريخ وإنت عارف كابتن حتى مباراة المريخ إن شاء الله في القاهرة لكن المباراة العودة في المريخ وعارف صعب جدا فرقة سودانية صعب جدا لا وجومس كمان لكمسك لإسماعيلي عارفة كويس قوي وأريك دربي دايما في دربي بين مصر والسودان صح يعني ودي النيل الحتة دي دايما طول عمرنا فرق سودان فرق قوية عندهم طبعا يعني شعبية سواء المريخ أو الهلال شعبية قوية جدا جدا بلعبه بحماس قدام الفرق المصرية وخصوصا طبعا نادي الأهلي وشوفنا احنا البطولة اللي فاتت وشوفنا الهلال وشوفنا المتشاط اللي كانت صعبة جدا جدا فأنت عندك فرقة صعبة مش فرقة سهلة ومعا ودروقتي بقى بيجيبوا مدربين على مستوى عالي فلا الفرق والبداية صعبة وبداية طبعا عندك صحي انما انت راحة هناك ودوري المجموعات برضو اللي بيقدر يلم نقاط في الأول بيستريح فشوفنا السنة اللي فاتت انت اول ماتش كان برا خسرت فيه اللي هو بفعل فعل اللي احنا قلنا عليه ده وكدت لغاية اخر لحظة فيه توتر في ان الفرق كلها كانت قريبا اللي خات كانت قريبا من بعضها فطبعا كانت مشكلة فاحنا نتمنى ان شاء الله بإذن الله من البداية واعتقد يعني مسلماني عنده باع في افريقيا جبير هنشوفه بقى من بداية البطولة لان مرة عليه الفرق دي كثير في افريقيا فان شاء الله بإذن الله يبقى الوضع من البداية مستريح ونتأهل يعني إن شاء الله ودايما بنقول يا كابتن هو المشوار المشوار الأصعب دايما هو في حتى الصعود بعد دور المجموات خليل التمانية هيوصلوا من دور الستاشر أو دور المجموات هو دول اعتقد بيبقى الزبن الزبن يعني الزبن خلصة افريقيا لكن بنتكلم على المفاجآت اللي وردها زي مثلا خروج الرجاء من بطل السنغال أو من أحد فرق السنغال كانت مفاجأة كبيرة هزيمة مثلا الوداد في مباراة الزهاب مع الملعب المالي واحد صفر لكن دايما النادي الاهلي وده اللي يمكن بيفكر فيه الإدارة الفنية النادي الاهلي نكون عندك السكاوت كبير ان انت دايما بيبقى عندك لعب واثنين وثلاثة جاهزين انت عارف هاني كمان بتنقع كلامك في ميزة في النادي الاهلي دلوقتي موجودة غير ان كل مركز بقى فيه اكتر من لعيب يعني عندك دلوقتي مساكين كتير عندك يمكن المركز اللي صعب شوية هو حتة الرايت انما الليفت عندك معلول وعندك وحيد في نص الملعب الديفندرات كانت مشكلة النادي الاهلي في الديفندرات السنين اللي فاتت لسه الممكن من الليفات ما شاء الله اسطول من المساكين اللي عايز اتكلم عليه بقى وده الاهم الاطراف الامامية عندك في كل ناحية عندك الشحات وعندك كهرباء وعندك طهر محمد طهر ومحمد شريف بيلعب احيانا يعني عندك لعبة كتيرة الميزة كمان بقى في رأس الحربة بقى عندك في مكان رأس الحربة كمان رأس حربة مختلفين رأس حربة محطة ورأس حربة بيجري شادو سترايكر بيجري في المساحات والحتة دي فأنت كمان ما بقاش عندك يعني حتى رأس الحربة ما بقاش ستايل واحد اللي هو المحطة وخلاص لأ بقى عندك اختلاف على حسب كمان الطريقة اللي انت هتلعب فيها لان بعض المتشاط بتبقى زي ما قلنا محتاج رأس حربة صريح عشان الكور العالم ما بتبقى المساحات دايقة الكور اللي بتتلعب الكورسات من الأجناب عايز واحد بلعب بدماغه كويس وعايز واحد محطة يطلع الناس من تحت كذلك برضو عندك رأس الحربة المتحرك عايز مساحات محمد شريف ومروان في الحتة دي يعني الناس اللي موجودة فانت دي ده تنويع وده زكاء سواء من المدير الفني والإدارة انها تنوع كمان من شكل اللعيبة زي ما قلنا احنا الدفندرات عندك واحد ما شاء الله دبابة في النص عندك السولية الدفندر بس بيجيد الحتة الهجومية عندك أكرم جوكر يعني كذا حاجة فانت دلوقتي فيه تنوع كبير في اللعيبة عندك ما شاء الله حراس مرمى على مستوى عالي زي ما هاني بيقول لازم يكون عندك الكم من اللعيبة دي انك دخل على بطولات ودخل على بطولة افريقيا على فكرة كل ما دا بتتصعب اكتر الفرق مصبوط طبيعي تستسمر اكتر والدعم والمدربين لان بقى فيها فلوس كتير الجوائز بتاعتها بقت كتيرة اما بتروح للكاس علم ان دي دا بيبقى قصة تانية خالص فالموضوع ما بقاش سهل كل ما دا بيبقى صعب تعشى من ان شاء الله النادي الاهلي خلال الفترة اللي جاي دا يكون يعني التوفيق معايا ان شاء الله في وجود اللعيبة الكتير وجود المدرب اللي عنده خبرات في افريقيا شفناها على المستوى المحدود مع في قبل النهائي والنهائي الافريقي اللي فات هنبتدي نشوفه بقى في الفترة اللي جاية نتعرف على امكانيات مسلماني في افريقيا ان شاء الله الدوري ماشيين فيه كويس ان شاء الله باذن الله يكون يعني اداء كويس ونتائج كويسة نشوف مستوى عالي كمان ومستوى مشرف ونتائج في كاس عالم الاندية ودي مهمة وبالتوفير للنادي الاهلي في اي وقت يا رب ان شاء الله نورتنا كابتن محمد يعني ان شاء الله الحلقة جاي يكون معنا الكابتن علاء اتخذنا النهاردة لكن الف سلام عليه لكن دايما بتشرفنا بتنقونا كابتن سعيد انا معكم احنا دايما دايما دي كانت حلقتنا النهاردة في البيت الكبير مشاهدينا بكرا ان شاء الله بيتجدد اللقاء من عشر الوحدة تصبحوا على خير